مصر تقترب من عتبة المستقبل خارت قوى المحروسة تحت وطأة المظاهرات والانفلات الأمني لكن العتبة قادمة قادمة إما أن نعبرها أو نرتد للوراء ننتظر قرنا آخر لتأتي الديمقراطية اليوم عادت الدماء تجري في عروق المصريين في الغربة حكم لهم القضاء بالتصويت على مصير الوطن بعد الثورة شعرنا أننا اقتربنا اقتربنا من العبور ومشينا خطوات للأمام لكن اعتصامات أمانياء الشرطة قاعدتنا خطوات للخلف مرة أخرى ومصر تائهة بين الخطة يبدو الآياء وضحا أحيانا على وجه أم الدنيا طالت فترة النقاها وأغرقنا القلق لكن التاريخ يعلمنا أن مصر لا تموت بحزم الضبط والربط اتجه غربا اعتبر الوادي الجديد جبهة جديدة عزم اللواء طارق المهدي أن يعيد الاخضرار إلى رمال الصحراء في أسرع وقت ممكن هو اعتدى أن يروض المستحيل ليصبح ممكنا هو يستمع طويلا ويتكلم أخيرا لكن الكلام مخضب بالعمل والإنجاز نحن على موعد مع جلسة ثرية الليلة في أروقة بنك الأفكار يشارك فيها رئيس البنك الدكتور محمود عمارة ونعد مشاهدينا أن يرتفع بعدها احتياط الأفكار الخلاقة ونبتدي العمل وأهلا وسهلا ساعة المحافظ يعني حضرتك شرفتنا والواق طارق المهدي أعلننا عن الحلقة أن سياتك هتكون ضيفنا النهاردة فحضرتك شايف كمية الأسئلة والأوراق 째 ترجمة نانسي قنقر